ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الصحابة عند الشيعة ارتدوا عن بكرة أبيهم إلا أنفار في رواية ثلاثة وفي رواية أربعة وفي رواية سبعة المهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عند الشيعة جمع القرآن جمع تفسير القرآن وذهبا إلى هؤلاء المرتدين وعرض عليهم القرآن فرفضوه عرض عليهم القرآن فرفضوه فبعدما رفضوه أنبعته للمهدي طب القرآن دا عبارة عن إيه القرآن دا قالوا أنه قرآن صحيح والتفسير الصحيح جميل أول كلام طبعا لا يدخل إلا عقل الشيعي فإحنا النهاردة بإذن الله تعالى هنشيله من عقل الشيعي النهاردة هنطلع الكلام دا بالعقل والمنطق من عقل الشيعي الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الشيعي فعلي ابن أبي طالب ذهب لهؤلاء المرتدين وعرض عليهم القرآن الصحيح والتفسير الصحيح فرفضوه طب ابتداء من المتوقع رفض القرآن الكريم جماعة مرتدين فأنت حضرتك رايح تعرض القرآن الصحيح والتفسير الصحيح على مرتدين مش من الزكاء ما هم مرتدين انت حضرتك واخد القرآن الصحيح والتفسير الصحيح رايح تعرضه على المرتدين فطبيعي جدا ان هم يرفضوه يعني ما فيه الزكاء المسألة ما فيه الزكاء جماعة مرتدين اختصوا بالخلافة رايح تعرض عليهم القرآن والسنة الصحيحة فطبيعي جدا ان هم يرفضوا طب جميل الحمد لله رفضوا القرآن طب بعد ما رفضوا القرآن مهمتك انت بقى كمعصوم تعمل ايه هل نشر القرآن الصحيح والسنة الصحيحة ولا اخفاء القرآن الكريم والسنة الصحيحة بسيطة ايه مش محتاجة الكلام هل انت بهمتك كمعصوم بعد رفض القرآن الصحيح والسنة الصحيحة المطلوب منك كمعصوم نشر السنة الصحيحة والقرآن الصحيح ام اخفاء السنة الصحيحة والقرآن الصحيح بسيطة ايه طيب جميل اولا لما حضرتك اخفيت القرآن الصحيح والسنة الصحيحة هل حضرتك افدت المرتدين ام افدت المسلمين يعني من استفاد من الذي استفاد من اخفاء القرآن الكريم الصحيح والسنة الصحيحة هل المرتدين ام المسلمين بسيطة ايه يبقى عندنا عدة اشياء او عدة تساؤلات او عدة اشكاليات او عدة شبه زي ما انت حضرتك بتسميه الاولى لماذا عارض القرآن الكريم على جماعة مرتدين الثانية من الطبيعي ان يرفض هؤلاء المرتدين القرآن الصحيح والسنة الصحيحة ثالثا عندما اخفيت حضرتك القرآن الكريم والسنة الصحيحة هل اخفيتها عن المرتدين ام اخفيتها عن المسلمين رابعا لماذا او في مصلحة من اخفاء القرآن الكريم هل في مصلحة المرتدين ام في مصلحة المسلمين لمصلحة من اخفاء القرآن الكريم بداية ليس من الزكاة ان ان اعرض القرآن الصحيح والتفسير الصحيح على جماعة مرتدين لانهم مرتدوا عن الاسلام كفرة هنعرض عليهم القرآن الصحيح والسنة الصحيحة فاكيد هيرفضوه طيب جميل اوه لما رفضوه لما رفضوه واخفاء المعصوم هل كان في مصلحة المرتدين ام في مصلحة المسلمين انظن المسألة بسيطة مش محتاجة لفه ودوران المسألة بسيطة جدا 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 مش محتاجة لفه ودوران وفيه الزمات تانية ان شاء الله بس واحنا مشين يعني انا هقول لك حاجة تانية لما احنا سألناهم اين كان علي بن ابو طالب عندما ضربت فاطمة قالوا كان يجمع القرآن الكريم كان يجمع القرآن الكريم وايه تاني ويجمع السنة الصحيح طب جميل الحمد لله طب السؤال برضو بيطرح نفسه انت حضرتك تعبت نفسك وجمعتهم ليه يعني حضرتك تعبت نفسك وجمعتهم ليه لو قلنا عشان يديهم للامام اللي بعده طب هو الامام اللي بعده ما عرفش يجمعهم او مش حافظ القرآن الصحيح او ما عندوش التفسير القرآن الصحيح طب هيدجال المهدي هو حضرت المهدي ما عندوش القرآن الصحيح ما عندوش التفسير الصحيح يعني مش حافظ القرآن الصحيح مش حافظ التفسير الصحيح أنا نفسي أعرف بقى كان تعب نفسه ليه عليه ابن أبي طالب عندهم عشان يجمع القرآن الصحيح والسنة الصحيح تعب نفسه ليه مش رجبة صح مش رجبة أتعب نفسي عشان أجمع القرآن وأجمع السنة عشان بعد كده أخفيها أجمع القرآن وأجمع السنة عشان أديها للإمام اللي بعدي طب أديها للإمام اللي بعدي ليه ده قضح في الإمام اللي بعدي والإمام اللي بعدي ما حافظ القرآن مش حافظ القرآن الإمام اللي بعدي الإمام اللي بعدي مش بينزل من بطنهم وحافظ القرآن وطالما نازل من بطنهم وحافظ القرآن يعني بحافظ السيرة وبعدين هو عليه ابن أبي طالب أصلا محتاج يجمع القرآن يعني هو محتاج يجمع القرآن وبعدين يجمعه من مين هو مش نازل أصلا حافظ القرآن معنا عايزين نعرف يعني هي رجبة في دماغ مين الحاجات دي ما بتركبش اللي في دماغ الشيعة بس يعني الحاجات دي مش رجبة اللي في دماغ الشيعة بسيطة اي الامور والله بسيطة ما فيهاش اي مشكلة يعني احنا عايزين بس نفهم جامعوا ليه وجامعوا المين يعني جامعوا ليه وجامعوا المين وعرضوا على الكفار ليه ولما عرضوا على الكفار الكفار رفضوه ام جاه حارم منهم حارم المسلمين من القرآن والسنة طيب يا جماعة خدوا دي بقى كمان هي استكمالا لأمس يعني احنا كسنة لا نعتقد بالرويات الهابلة دي يعني احنا كسنة لا نعتقد بالرويات الهابلة دي يبقى من النهاية من الذي حرم من القرآن الصحيح والسنة الصحيحة يعني احنا كسنة لا نعتقد بالرويات الهابلة دي لا نعتقد بها فمن الذي حرم من القرآن الصحيح والسنة الصحيحة من الذي حرم منها اقول لك من الحرم منها شوية المهابيل اللي صدقوا القصص الهابلة دي لا انا مش حاولي الشيعة انا اقول شوية المهابيل اللي صدقوا القصص الهابلة دي بسيطة اه احنا كسنة لا نعتقد بالرويات دي فيعني احنا برا الموضوع خالص احنا برا الموضوع خالص طلعونا من موضوع احنا لا نؤمن اصلا لا بكتبكم ولا بأحاديسكم يبقى من المتضرر الشيعة اه بلاش الشيعة عشان محدش يزعم مني من يؤمن بهذا الهابل المتضرر من يؤمن بهذا الهابل جميل طيب جميل اوي يعني في النهاية علي ابن ابي طالب عندي الشيعة حرم اللي هوب لدولة من القرآن بسبب رؤية الهابلة دي ايو الله صحيح او صحيح انا مش بقول كلام منطقي يعني انا مش بقول كلام منطقي من الذي حرمه في النهاية من القرآن الصحيح والسنة صحيحة احنا احنا نؤمن بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لا حافظون لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي ذلك الكتاب لا رايب فيه ده ايمان السنة من الذي حرم مش هقول الشيعة يعني من يؤمن بهذه الرويات ذهاب لك شكرا